في بداية العشرينات من القرن الواحد والعشرين أقر المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره حول مستقبل الوظائف في العالم بأننا دخلنا في الثورة الصناعية الرابعة هذا مع تسارع معدل التغيير التكنولوجي بشكل غير مسبوك في العالم حصل في الفترة الأخيرة تطور حقيقي في مجالات مثل الذكاء الصناعي والتعليم والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية فبحلول عام 2020 أصبح ما يقارب الثلث من المهارات المطلوبة في الوظائف متعلقة بالأمور التقنية وذكر التقرير بأن النجاح في أي مجال اليوم سيعتمد بشكل حقيقي على عنصرين الأول هو الوعي بالتقنيات الحديثة وثانيا وضع خطة واضحة لتطوير المواهب وتدريبها على التقنيات الحديثة ونشر الوعي بين الموظفين حول التطور الحاصل في العالم ومع ظهور العديد من التقنيات الجديدة والتطور الرهيب الحاصل فمن الصعب تحديد ما هي التقنية التي ستقود العالم في السنوات القادمة فمؤسسات كثيرة مثل معهد ماكنزي وبلورال سايت يقدمون تقارير سنوية تحدد ما هي التقنيات التي يجب التركيز عليها ومتابعتها من هذه التقارير سأعطيكم في هذه الحلقة أهم عشر تقنيات متوقعة عن تقود الثورة الصناعية الرابعة في السنوات الثلاث القادمة فقد ذكر معهد ماكنزي عن هذه التقنيات بقوله لن تغير كل هذه التقنيات الشكل العام للشركات التجارية والحياة الاجتماعية ولكن بعض هذه التقنيات تملك القدرة على التغيير الحقيقي في حياتنا اليومية وتستطيع تغيير طريقة عيش الناس وعملهم في قناة ورق نقدم مواضيع مختلفة حول التاريخ والثقافة والتقنية ادعم المحتوى الهادث من خلال الاشتراك والنشر وايضا ادعم البودكاست الخاص بقناة ورق والذي يحمل اسم ورق كاس وتجد رابط البودكاست في وسط الفيديو اول تقنية هي تقنية نستخدمها اليوم بشكل يومي وهي الانترنت عبر الهاتف الذكي متوقع انه خلال الثلاث سنوات المقبلة ستقدم شركات الهاتف تقنيات جديدة واستخدام مستشعرات جديدة لجمع المعلومات اضافة لتطوير لغات البرمجة لتكون اكثر تطور وهذا سيؤدي لظهور تطبيقات متقدمة من ناحية تحليل البيانات والتفاعل المستخدمين بحلول عام 2025 متوقع ان يصل ما يقارب الاربعة فاصلة ثلاث مليار مستخدم للانترنت عبر الهاتف الذكية خلال السنوات الثلاث المقبلة ستتطور ايضا الاجهزة الملبوسة مثل الساعات الذكية والنظارات الذكية وهذا سيغير الكثير من استخدامنا للتقنيات اما التقنية الثانية فهي الذكاء الصناعي وهي كلمة بالتأكيد لاحظ انتشارها بالشكل الحقيقي خلال السنوات الاخيرة لغات البرمجة اليوم تقدم حزمات برمجية تسهل على المبرمجين استخدام خصائص الذكاء الصناعي وبالتأكيد ستتطور اكثر واكثر مع الحاجة للوصول لافضل تقنيات الذكاء الصناعي اليوم تقنية التعرف على الكلام تطورت بشكل رهيب واصبحت في متناول عدد كبير من المستخدمين بفضل الهواتف الذكية وبدأت تقنيات التعرف على حركات الجسد والإيماءات بالانتشار بفضل الكاميرات المنتشرة التي تقدم تحليل لحركات الوجه والجسم شركات مثل أبل وكوجل وتسلا قدمت عدد كبير من المبادرات واستثمرت المليارات من أجل تطوير تقنيات الذكاء الصناعي الذكاء الصناعي بالتأكيد سيطور من حياة المستخدمين والموظفين خلال الأعوام الثلاث المقبلة التقنية الثالثة هي التقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز البعض يعتقد أن تقنيات الواقع الافتراضي هي تقنيات جديدة لكن الحقيقة أن هذه التقنية ظهرت للمستخدمين في التسعينات ولكن لم تلقى رواج حقيقي اليوم أصبحت هذه التقنيات أكثر تطورة لتكون جزء من حياتنا اليومية الشركات التقنية بدأت بشكل فعلي بالاستثمار بهذه التقنيات فالنظرات الذكية ستعود خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال شركات مثل جوجل وأبل فقد توقع جولدن ساكس بأن صناعة الواقع الافتراضي والمعزز ستكون بقيمة 80 مليار دولار بحلول عام 2025 في حين أن الاستثمار في هذه التقنيات يصل لـ 15 مليار دولار اليوم الاتجاه للواقع الافتراضي والمعزز يعني تطور حقيقي في البنيات التحتية وأنظمة التشغيل ولغات البرمجة وهو ما يحتاج توجه كبير من الشركات التقنية وتعاون دولي اليوم فيسبوك غيرت من توجهها لتركز بشكل حقيقي على الميتافيرس ومتوقع إطلاق نظارات ذكية من أبل وغوجل تقدم خدمات الواقع المعزز قبل عام 2025 رابعا هناك التقنيات السحابية اليوم أكبر العبارات انتشارا إضافة لذكاء الصناعي هو الانترنت السحابي وهذه الكلمة بدأت بالانتشار منذ العقد الثاني من القرن الـ 21 اليوم تقريبا كل التطبيقات والبرامج ومواقع الانترنت تستخدم شيئا من نظام البرمجة السحابية كان هناك تخوف من هذا النظام في البداية خصوصا من الأمن السبراني ولكن اليوم بدأ مجال الأمن السبراني بالتطور ليتقبل أكثر الانتقال للانترنت السحابي ولهذا سيتطور هذا المجال أكثر المجال الخامس هو مجال انترنت الأشياء هناك ما يقارب 9 مليارات جهاز متصل بالانترنت اليوم أكثر حتى من عدد البشر ومتوقع خلال العشر سنوات أن يصل لعدد بين 50 مليار حتى تريليون جهاز طبعا هذا الأمر يعتبر كابوس لمجال الأمن السبراني ولهذا سيكون هناك تطور حقيقي في مجال الأمن شركات الهاتف اليوم دخلت بقوة مجال انترنت الأشياء سواء بتقديم أجهزة منزلية وملبوسة جديدة أو من خلال إطلاق واجهات للتحكم بهذه الأجهزة المجال السادس هو مجال الروبوتات مع تطور تقنيات الذكاء الصناعي وتحليل الفيديوهات والصور وزيادة تطور أجهزة الاستشعار والمحركات أصبح من الطبيعي تطور الروبوتات لتكون أكثر فائدة للبشر كان يقول ماتشوكاكو عالم الفيزياء في بداية القرن الواحد وعشرين بأن الروبوتات في ذلك الوقت غير ذكية بل أنه وصفها بأنها كالصرصار المتخلف عقلية لكن اليوم أصبح هناك تطور هائل أوصل الشركات والمصانع لأن تستبدل عدد كبير من عملياتها لتكون باستخدام الروبوتات اليوم تيسلا وأمازون وجوجل استثمروا المليارات لتطوير التقنيات الروبوتات التي تقدم للمستخدمين العاديين سابعا هناك المستشعرات الحيوية في بداية ظهور الهواتف الذكية قدمت الشركات التقنية قراءة بصمة الأصبع لزيادة أمن معلومات الهواتف والأمر تطور اليوم لوجود مستشعرات قراءة الوجه والعين تقيقة بيد مستخدمي الهواتف وبأسعار في متناول اليد أبل في آخر تحديث لهواتف الآيفون ذكرت بأنها تخطط لإلغاء كلمات السر واستبدالها بالقراءات الحيوية وحسب التقارير متوقع بأنه بحلول عام 2025 ستبدأ الكلمات السرية بالانتثار لتقنيات أكثر تقدما وأمانا التقنية الثامنة هي تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد خلال عشر سنوات السابقة تطورت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بشكل كبير متوقع أن هذه الصناعة ستدر ما يقارب الـ 230 حتى 550 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025 التقنية تطورت بحيث استطاعت الصين والإمارات من تصميم وإنتاج مكاتب ومنازل من خلال طابعات ثلاثية الأبعاد ضخمة تستطيع اليوم زيارة مكاتب تم طباعتها باستخدام هذه التقنيات في دبي تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد توفر الوقت والجهد لأي مشروع كما أنها تقدم حلول حتى للمستخدمين العاديين من خلال طباعة الأدوات وحتى الألعاب في المنازل تاسعا هناك الهندسة الوراثية تقنيات الهندسة الوراثية تتسارع بشكل مشابه لتسارع تقنيات الكمبيوتر واللغات البرمجة أتاحت تطور التقني الحاصل في العالم تسريع إنتاج لقاح خاص بفيروس كورونا والذي أساسا كامل المفترض أن يأخذ بين 5 ل7 سنوات في المعدل العادي أجهزة الكمبيوتر اليوم تقدم تحليل دقيق للأحماض النووية وتساهم بشكل فعلي في تحسين الإنتاج الزراعي حول العالم بدأت شركات مثل جوجل في العمل على مشاريع لمحاربة الأمراض وأسطار العلاجات وهو مجال متوقع أن يتطور بشكل فعلي خلال العقد المقبل وأخيرا هناك تقنية البلوكشين طبعا أغلبنا سماع عن البلوكشين والذي يعتبر الأساس للعملات الرقمية ولكن التقنية هذه أكبر بكثير من العملات الرقمية ذكر التقرير بأن هناك أكثر من 64 مجال بالإمكان أن يتطور أكثر بالبلوكشين تطور البلوكشين وانتشاره سيؤدي لتبسيط المعاملات الحكومية والتجارية ويقدم حلول أكثر أمنا لتبادل المعلومات والأموال إضافة للتقنيات العشرة التي قدمتها يجب أن لا ننسى تقنية الحوسبة الكمية أو الـ Quantum Computer حيث تتوقع مختبرات جوجل بأنه بحلول 5 سنوات سيخرج مجال الحوسبة الكمية من المختبرات ويكون بين المستخدمين وهو ما سيغير لكثير من حياة الناس وأرى أنه بين الأفضل تخصيص حلقة مفصلة عن هذا المجال شاركنا في التعليقات عن رأيك في هذه الحلقة وتجد في نهاية وصف الفيديو رابط وركاست والذي به محتوى صوتي خاص وإذا عجلك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك وممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع مختلفة ومنوعة ترجمة نانسي قنقر